الأمومة مش بس غريزة بتتولد بيها كل بنت ده حلم بيراود كل فتاة من صورها ونجمات كتير مش بس حققوا حلم الأمومة دول دايق وطعم الفرحة المضعفة بإنجاب توأم هتستمتع وتتعرف على حكايات أشهر تم النجمات عرب مع خلفة التوأم بس خليك معي للآخر النلمة السورية أصالة سبق وحققت حلم الأمومة من زوجها الأول رجل الأعمال السوري أيمن الدهبي اللي خلفت منه شام وخالد إلا إن حبها الشديد لزوجها التاني المخرج والمنتج طارق العريان كان ما خليها هاتت جنن وتخلف منه كانت شايفة أن حبهم لازم يبقى له صمر على الأرض أصالة عملت اللي ما يعمل دعت وصلت إن ربنا يرزقها بولاد من طارق ولما ما قدرتش تحمل طبيعي منه لمدة خمس سنين سفرت على أمريكا وأجرت عملية تلقيح صناعي وخلفت توأمها آدم وعلي في 2011 وللأسف التوأم ما قدرتش يضمن استمرار حب أصالة والعريان اللي أعلنوا انفصالهم في 2020 النجمة الأردنية جومانا مراد عايشت تجربة صعبة بعد وضعها لتوأمها علي وديانا في ولادة متعصرة بشهرها السادس وبعد تسع شهور بالضبط صدمت جومانا الكل بخبر رحيل بنتها ديانا بعد خضوعها لعملية قلب أما الفنانة هالة صدقي فبعد ما أخيرا دائت طعم الأمومة وهي 48 سنة بإنجاب توأمها يوسف ومريم صدمها زوجها سامح سامي برفع قضية إنكار نسب توأمها وصرح بإن حمل هالة حصل عن طريق بويضات الامرأة تانية لإن بويضات زوجته غير صالحة لحدوث الحمل وطالب بإجراء تحليل ديانا لإثبات إن الفنانة مش أمهم الحقيقة إلا إن محكمة الأسرة رفضت دعوة الزوج وحكمت بحبسه شهر لامتناعه عن دفع نفقة التوأم حمل المزيع والفنانة الأجلانية إيميل صياح حصل بأعجوبة بعد منتظرته لست سنين وحقيقي فرحتها كانت مضعفة لما ربنا أنعم عليها التوأم ولد وبند أما غدا عادل فعندها من زوجها السابق مجد الهواري خمس أبناء منهم التوأم عز الدين وحمزة اللي سبق وظهروا معها في إعلان شركة الصلاة في 2017 وتعرضوا لحملة سكرية واسعة بسبب وزنهم الزائد وفي يونيو 2023 أنجبت الفنانة المصطرية ريهام حجاج توأمها جميلة ويوسف والمزهل أن قبل ما تكمل سنة على الولادة كانت قادرة تتخلص من كل أسار الحمل والولادة من وزن الزائد وغيره وترجع توقف قدام الكاميرا ولحق التنافس في درام رمضان 2024 بمسلسل صدفة حكاية زينة مع توأمها عز الدين وزين الدين كانت بعيدة تماماً عن الفرحة فبمجرد ما وصلت بيهم على مصر من أمريكا اتكشف ارتباطها السري بالنجم أحمد عز اللي رفع قضية إنكار نسب وتهمها بالتزوير وطبعاً أسائل سمعتها وشرفها وقضيتهم بقت قضيت رأي عام زينة نجحت في مشوارة القضايا بإثبات نسب توأمها لعز في الأوراق الرسمية بعد ثلاث سنين على ولادتهم وأصبح ملزم بكامل مصاريفهم وحتى تحكم في سفرهم مغيرة من تفاصيل إلا إنه لحد دلوقتي وبعد ما ربوا يكملوا 11 سنة ولا مرة حاول يجيب سريتهم في لقاء أو تصريح إعلامي تيا كانت أول مولودة للنجمة الدهبية نويل الزغبي وبعد ما رفضت تكشف صورها في الإعلام انتشرت إشعة قوية بإنها بنت مشوهة أو فيها عيب خلقي وعشان كده الفنانة رفضت زيارها للإعلام وقتها نوالي استسلمت وقررت تنفي الكلام دعم بتها ونشرت صورها لكن الغريب إلي انتشر قبل ما تنجي بتوأمها جوي وجورجي قالت دي بطليق نوالي الزغبي سمع كلام بتقال عن إن مراته خلفت توأم مصاب بالعمة حاول يخبي عليها قدر الإمكان لأنها كتلسى حامل بس ربنا قررت تنجي بالنجمة دهبية توأمها في شهرها السابع من الحمل وعن الفترة زي قالت التوأم سببولي تعب معين بس إن أهرت لما سمعت الإشعة اللي طلعت عليهم كانت إشعة سخيفة ومؤزية والمرة دي ما استسلمتش نوال وقدرت تخفي توأمها عن الأضواء لحد ما تسربت لهم صور مع والدهم وهم حوالي تسع سنين